يقول هنا اخوان انتبهوا على هاي الملاحظة جدا جدا مهمة بغض النظر عن هاي المفردات عفوا لي هذا الانشاء يعني حاول انت تقرأ اليك بس اكفت شغلة كلش مهمة ولازم نركز عليها راح انبهكم عليها هسة الان استخدام الصفة انتبهوا لي على استخدام الصفة اخوان انا هذا الانشاء المفروض اقرأ بس انا ما راح اقرأ لان اكو موضوع اهما عنده انا ما اريد اقرأ انا ما عنده جريدة انا اريد افهمك اخوان ركزوا يمي زين وانتبهوا عليها زين راح نشرح فتسالفة جدا مهمة انتبه عليها زين اخوي اخوي خلينا فهمك هالمادة على ما تفهمها نجعله اولا احنا مواقع الصفة ركز ليمي زين مواقع الصفة الصفة شو وقت تجيني تابعيه الاعلان ملاحظة حتى لو انا ذاكرها قبل ارجع عنه بعيدها الصفة اشلون تستخدم الصفة اخوان اول موقع الصفة هو قبل الاسم شون يعني قبل الاسم يعني الكلمة الصفة تجي قبل الموصول يعني مثلا على سبيل المثال اريد اقول this is that was وكان ذلك وكان ذلك الحائط اخضر او ذلك الحائط اسود او ابيض خلينا نقول احمر طيب الان اغلب الطلاب that was wall wall معناها حائط red هاي خطأ يا اخوان الصفة تجي قبل الموصول that was a red wall كان حائطا احمر يعني الصفة تجي قبل الموصول طيب استاذ واذا عندي صفة ثانية واذا عندي صفة ثانية مو مشكلة اذا عندك that was old old red wall كان ذلك الحائط الاحمر احمر قديمة يعني احمر هو الحائط قديمة احمر احمر اريد اضيف صفة نوب عادي حتى لا تقول broken ضيف المهم كل الصفات يا اخوان لازم يجونك قبل قبل الاسم broken that was old broken red wall شوف ثلاث صفات ضفنة ثلاث صفات ضفنة وكل صح اهم شي هذا عندك الاسم الصفة تجي قبل الصفة تجي قبل مثال اخر the car is is those are nice people شوف هؤلاء الناس طيبين هؤلاء الناس طيبين nice people ما قلنا people nice الصفة تجي قبل الموصف طيب اكو موقع اخر الصفة نعم الموقع الاخر اللي هو يجيني قبل is لازم يجيك يعني ملاحظة الصفة لازم تجيك الصفة قبل is والار والام اللي هي افعال الكينونة was where يعني انت من تستخدم الصفة i i was i was happy i was happy انا كنت سعيد we are sad نحن حزينين والى اخره واكو موقع اخر الصفة اللي هو بعد افعال الكينونة بعد افعال الربط اخوان من افعال الربط الان هناك بعض الافعال تسمى افعال الربط هاي الافعال يجي وراها افعال الربط هذي الافعال الربط هذي يجي ويسمونه linking fair هاي افعال الربط يجي وراها صفة من هي اللي هما look look وعندك seem وعندك sound sound مو معناها صوت معناها يبدو هنا sound عندك ايضا become هذاني اقدر استخدم مياه نصفة طبعا اي تي سي يعني الى اخري يعني موضوع شوية كبير هو طبعا اذا انت تريد تعرف بس اكتب linking fair linking fair fair افعال الربط هاي الافعال تاخذ وراها الصفحة فمثلا نقول i be become happy او او will become happy اذن الناس تخدمنا الصفة وراهم او مثلا that sound good هذا يبدو جيدا او that seems happy i look والى اخره اذن هذه المواقع الثلاثة اللي اقدر استخدم مياه الصفة يعني ذن ثلاثة الطرق هذي واريد هسه من عندك تكتب لي على النوع الاول مثال وعلى النوع الثاني مثال وعلى النوع الثالث مثال تكتب لي اذا تشوف the film was long كان الفيلم طويل and boring وممل شوف حتى نقدر نربط هنا شوف تستخدمهم ويا اداة الربط خصوصا لما يكونوا لبنهاية الجملة that film was long and boring هذا الفيلم كان طويل وممل شوف اذا اهنا وان استخدمنا قبل فعل الكينونة our homework is difficult واجبنا هو صعب but but fun to do but fun اذا اهنا طبعا انا لاحظنا homework is ايضا استخدمنا اداة الربط ايضا استخدمنا اداة الربط طيب ايضا حتى هنا was حتى هنا was حتى اذا تلاحظ هنا it was short and fashionable and fashionable هاي اخوان كلش مهمة ركزولي عليها قدر المستطاع قدر المستطاع طيب الان يقول بصفة 20 اكو عندك صفات حدد لياهن وشلون تم ربط هن شلون تم ربط هن فهذا الموضوع ان شاء الله رح يكون سهل عليكم اكو ملاحظة تخص الكومة هسا اقلكم عليها اخوان هاي الكومة شوقت نستخدمها بالصفات شوف هير 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 سكيت وز شوت بلاك اند فاشن كتبولي اهم ملاحظة اذا كان هنالك تعداد ملاحظة اذا كان هنالك تعداد اذا كتعداد اكثر اكثر من ثلاثة اكثر من ثلاثة فما فوق يعني اثنين ثلاثة لا نستخدم الاند مع كل عنصر يعني ما يصر يستخدم الاند ويكل عنصر ما يصر اقول طبعا هاي كل شي كل شي يعني مو بس هنا حتى مثلا خلي نقول انا خلي نقول انا احب الرياضة على سبيل المثال فوتبول باسكتبول ما يصير تحط الاند ويكل تكرار ما يصير ها ركزت عليها زين ما يصير تحط ويلا اند طيب شنسو العد بل نضع فارزة اللي هي كومة بل نضع كومة أو فارزة مع التعداد مع التعداد ثم نضع آ 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 h آ آ آ آ آ آ اند فاشنابل شوف ثلاثة اصوات منيكون عندك ثلاثة عناصر احنقول شورت داك اند فاشنابل هاي ملاحظة راكز لي عليه اخوان حتى لو كان عندي مثلا اي لايك اي لايك سبورتس انا حب الرياضة فوكزامبل على سبيل المثال فتبول فارزة باسكتبول فارزة فوليبول فارزة اند تنس والتنس شوف اخر شي حطيت اند هاي ملاحظة اخوان كلش مهمة بكل تعداد سواء اذا كان صفة او اسم او ايا الكان او ايا الكان عندنا هذا تمرين 11 خلينا نروح على الحل ونشوفه هذا تمرين هو طبعا رايدنا نرتب الصفة اشلون نستخدم يقول كارلوس is interesting but a little strong للاحظنا عندي is شوفنا عندي is ورا ال is استخدمنا الصفة واستخدمنا البنت a little strong طيب هنا نفس الحال عندك deep wide and call لا تنسى تكرار تعداد دائما من يكون عندك تعداد شوفنا deep wide call طبعا نحنش راح نسوي الفاعل راح نحذفه هنا ليش نحذفه طبعا بس بهذا التمرين بس بهذا الموضوع ليش لنا هو نفسه ما هو قائل لك اربط ليهم بما انه هو قائل لك اربط ليهم لذلك انت راح تحذف الفاعل اللي اظل يعودون بي هو هو نفسه عشاء اظل يعيد بي لذلك راح نحذفه وراح نخلي بدالة فارزة هاي الفارزة اللي واحنا خليناها دلالة على انه هذا الشي تكرر اوار تيتشر is strict but fair والان اقدر استخدم البت بين جملتين متناقضات يقول لمدرسنا احنا ذكرنا البت بين جملتين متناقضات يقول لمدرس مالتنا هو قاسي الا انه عادل قاسي الا انه عادل طيب جولاي was a hot and مثل ما اللاحظ هنا قدامنا حمد احنا اذا اللاحظ قدامنا انه was استخدمنا صفه وراها طبعا احنا ذكرنا انه نقدر نربطها نربطها ما بانت عداة الربط انت طيب شو كنت ما قدر استخدم الانت لما نكون عندك ثلاثة فمفوق يعني ما يسأل لك مثلا خلينا يقول مثلا خلينا يقول الصيف هو حار و الشتاء هو بارد و كلمطر و مثلج هذين ثلاثة انه ما يسأل preocup اما اذا انتي عندك صفت 5 فعادي تoxy تكنت ربطهم بادات الربط سواء هذا كانت الاند او البوت كتب و ملاحظة هذ تحبون اذا كانت هناك صفتين فقط يمكن اذا كانت احناك صفتين فقط يمكن اذا كانت هناك صفتين فقط يمكن ربطهم بادات الربط سواء اذا كانت اند او ابت حتى هنا is my best friend لأنها صحيحة و صحيحة و صحيحة لذيذ و غالي لذلك هنا استخدمنا البت هنا في هذه الجملة الثانية كاين، سمات، فاني، كلهم صفات يعني متشابهة لذلك استخدمنا بيناتهم الانت استخدمنا بيناتهم الانت كأداة ربوط هذا الذي يسأل لماذا استخدمنا الانت لأنه متشابه دائمًا المتشابه هنا المختلف بت المختلف بت المتشابه انت بالنسبة لهذا الآخر تمرين يقول انت و زميلك اكمل هذا الانشاة وسوي لست من عنده يعني سوي جمع أفكار من خلال اللست هو الانشاة يتحدث عن هوريبل هوتيل عن عطلة فضيعة جدًا وسيئة و طبعًا بالبداية ما كاتب لي لا توبك سنتنس و حاك تشيله هنا شوية وبعدين هتارك لي مجال و آخر شيء كنغلودينج سنتنس هو كاتب ليه طيب أنا شلون راح أسوي طبعًا راح أسويها من كينكلودينج سنتنس يقول ذلك ذلك ايوان 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 يعني أنا راح أحكي عن هذا الفندق كيف أنه سيئ فالتوبك سنتنس أكيد لازم أحكي على أنه هذا الفندق كل شيء سيئ و أريد منعتكم اقتراحات تكتبوا لي أنتو شون رأيكم تكتبوا لي هذا بهذا التوبك سنتنس أريد أسمع منعتكم ما رأيكم الحلوة و نتناقش به وهذا الموضوع قلت لك يعني أنت تبدع به ليش لأنه موضوع أوبن يعني أنت تقدر تبدع به بالمناسبة حتى هذا تقدر تتلاعب به خلص أنت تتلاعب به بكيفك الحد ما يكون إن شاء مرتب و أنت يعجبك يعني مو بالضرورة تلتزب بحرف بحرف مو معناها تقول لك هذا خطأ و أنما يعني تقدر تتلاعب به طيب يقول هنا On Spreadsheet of paper Write your complete paragraph أكتب ميشاء خاص بيك و أربط الجمل مع بعضها اختار topic sentence و لا تنسى تخلي عندك الإنشاء مرتب شكله ترتيبه و إلى آخره صيغ الإنشاء صحيح بدي بداية صحيحة سبالينك صح عدل إنشاءك تعدل أنت و أصدقائك تناقشوا بالإنشاء و بالأخير لا تنسى السلم إلى أستاذك و أستاذك يناقش يناقشك و أنا قلت لكم يا أخوان أنا حاضر تقدر تتواصلوا إيايا بالمعرف الموجود بتاع معرفة Telegram ولكن ممكن أتخر عليك بالإجابة بس أجاوبك يعني تكتب لي الإنشاء أنبه وأقول أنا ما أكتب إنشاء أنت اللي يكتب و أنا أنصحك إذا أكون في تعديلات أو في أخطاء ترجمة نانسي قنقر